رئيس الوزراء أحمد عبيد بن داغر في قاعدة العند واحدة من الزيارات النادرة التي يقوم بها قادة الشرعية لثاني أهم قاعدة عسكرية في البلاد الزيارة شملت جبهة كرش التي توقف عندها الجيش منذ أكثر من عامين وسط تساؤلات عن دوافع التوقف في جبهة الحسم الأهم في المعركة الشاملة ضد الإنقلابيين أطلق رئيس الوزراء في خطاب له في هذه المنطقة تصريحات متفائلة بشأن النصر الذي قال إنه قادم لا محالة وأشهد بالانتصارات التي حققها الجيش في دحر الإنقلابيين في قوم النصر قادم فنحن على أصحاب حق وأصحاب قضية وفي قاعدة العند حرص رئيس الوزراء على الإشادة بدور التحالف وقادته على كل ما يقدمونه من دعم وإسناد للشعب اليمني وحكومته الشرعية ممثلة من رئيس عبد الربو منصر هادي في مواجهة ما وصفه بالمد الإيراني والتطرف والإرهاب والإنقلاب الرسالة الأهم في زيارة بن دغر إلى هذه القاعدة العسكرية رصدها المراقبون فيما تضمنه حديث قاعد قوات التحالف العربي في عدن العميد الإماراتي أحمد أبو ماجد بعد أن قدم هذا الأخير ما وصف بأنه شرح مفصل عن الانتصارات التي تحققت فقد أكد أبو ماجد طبقا لما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية أن مهمة قوات التحالف العربي في اليمن هي الحفاظ على الشرعية الدستورية وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي والمرجعية الأخرى وهزيمة العدو ممثلا في ميليشيات الحوث وصالح الإنقلابية ودعم البنية التحتية لليمن المراقبون ربطوا بين زيارة رئيس الوزراء لجبهة كريش وقاعدة العند وبين زيارة اللجنة الوزارية الثلاثية إلى مدينة التربة في محافظة تعز وعبروا عن أمنيتهم بأن تتجاوز هذه التحركات الأهداف التكتيكية الدعائية إلى تأكيد الحضور الغائب للسلطة الشرعية في المناطق المحررة على نحو يعيد ثقة للناس بجدوى التدخل العسكري الأكبر في تاريخ العرب اشتركوا في القناة